منتبع مشاهدينا فقرات برنامجنا بنوصل لبيت بيوت مع المهندس عماد سالم أهلا وسهلا فيك عماد صباح الخير اليوم عم نحكي عن موضوع كتير حلو تجميلة إلو علاقة بالدكار وإلو علاقة كمان بمعلومات لازم نعرفها عن النباتات كيف منستخدم النباتات المنزلية بالدكار صحيح أول شي خلينا نعرف أنواع النباتات عادة النباتات نحن رح نستعملها بالدكار والنباتات إلى منافع صحية أو منافع تجميلية كمان اليوم رح نقدر نجمع الاثنين رح نشوف كيف فينا نستعمل هالفوائد تبع النباتات نستعملها بالدكار ووقت يجتمعوا مع بعضهم نشوف أنه بتصير الدورابيليتات تبع هالنبات بعيشون بعيشوا أكتر خصوصا إذا نعرف البيئة المتحط فيها نحن ما نزلنا مش مثل الطبيعة الخارجية ما نزلنا فيها إضاءة خافتي فيها رطوبة زيدة فيها ما يكون فيها رطوبة إذا فيها اي سي كتير شمس أوي شمس أوي شمس ضعيفة هلأ رح نشوف بين النباتات خصائصها إذا بدك وين بتعيش وكيف بتعيش وكيف فينا نستعملها ونستفيد منها بالدكار هلأ بأول صورة كتير مهم رح نشوفها بأول صورة ورح نشرح شوية عن هالنباتات وبعدين منشوف كيف فينا رح نستفيد منهم مثل ما نبينين بأول صورة في عندنا نباتات ما بدأ إضاءة كتير أوكي وزيرو لايت يعني أو ما بدأ إضاءة خافتي أو زيرو لايت هاي النباتات أكيد فينا نستعملها بالمناطق الخافتي هلأ إذا بنا نطلع شوي على النباتات في نباتات منعرفها في نباتات ما منعرفها جربت أكتب بعض النباتات أسميهم بالعربة نقدر نستفيد منهم مثلا عندنا البيس ليلي اللي هي الزنبقة البيضة نحنا بنشوفها كتير هاي دي في عندها أبانتاج أنه بتعيش بالأماكن الضوة قليل أوكي وفي عندنا الألويفيرا اللي بنعرفها في عندنا كذا نوع هلأ برائب بالك بيروفون وبيعرفون أكيد بيعرفون أكتر بس هون عم نحكي عن مميزاتا أو عن أنواعان لا عم نحكي على مميزات كل نبتة وين بتعيش وكيف بتعيش هلأ كحي على الفوائد اللي هي فيها مثلا عندنا النباتات يلي بتمتصر رادياسون هاي من كفى عالم ما بيعرفوا في عندنا نباتات بتمتصر رادياسون يعني ما بعرف شو رادياسون بالعربة الأشعاء الممكن تطلع من التليفيزيون مثل الميل التواطئم من التليفان فمزبوط فهيدي لازم نستفيد فيها في عنا نباتات بتلطيف او بتنقل جو عندها فوقد انه بتنقل نحن كل نباتات بتنقل جو بس في نباتات بتنقل جو اكتر من غيرها كمان هايدي رح نفرج كمان هايدي رح نعطيها رح نشرح وان فينا نحطها بماكن نستفيد منها اكتر في عنا نباتات بتهري بالحشرات خصوصا البرغش كمان هايدي اذا نستعملها بره مثلا على البالكون قديش رح تفيدنا ورح تعطي بنفس الوقت تكون شكلة حلو وعندنا نباتات كتير مهمة اللي هي بدنا ننتبه عليها هي المضرة بالحيوانات الاليفة خصوصا للحيوانات اللي العالم اللي عندهم حيوانات بالبيت مثل الكلاب او بسينات فكمان هاي بدنا ننتبه ما نحطها لانه نباتات مأزية لانه طبعا وهي نباتات كتير حلوة وانحنا ممكن نستعملها بالزين وما منعرف انها بتأزي نفس الوقت في نباتات مفيدة للحيوانات نعم طيب خلينا ندخل هيك اكتر بالاماكن وين لازم نحطها خصوصا انك حكيت عن كزا شغلة كتير مهمين موضوع النباتات يلي بيمتصوا الأشعة مثلا منحطها وين منقدر نحطها هلأ رح نوصله رح نبلش اول شي تقول بدنا نحط نباتات بالحمام كنا حكينا بحلقات سابقة انه مش غلط نحط نباتات بالحمام وهلأ في عنا كم صورة رح تفرج قديش ممكن تعطي أمبيانس حلوة خصوصا لحمامات الضيوف يلي عنا زوار بيزروها فإذا الحمام في عنده طبيعتين فيما يكون ما عنده إضاءة وبنفس الوقت في عنا مشكة رطوبة كرمل هيك لازم ننقي بلانتات بتعيش بالهيوميداتي بالرطوبة العالية وبلانتات كمان بحاجة لإضاءة في نباتات كتير منعرفة مثل الأوركيدي مثل الزنبق اللي عم نحكي عنه مثل البامبو هول نباتات نحنا كتير منعرفة مثل النوع أو نوع من الكاكتوس مشكلة الكاكتوسات كمان فينا نستفيد منها وهول كم صورة عم نشوف كيف زينا هالحمام بنباتاتنا وكيف عطوا نفس حلو بالصورة البعضة راح نشوف بكل غرفة بكل غرفة مثل هون شو فينا نستفيد هيتا نبليش إذا بلشنا بغرفة النوم فإذا نحنا لازم من أول اللي استحكينا فيها لازم نقع على النباتات اللي بتنقع الجو بس أوقات بيقولوا عمد أنه النباتات ما لازم تكون موجودة بقوة النوم تتنفس مثلنا بتخذ لنا الأبسجين هاي معتقادات قديمة هي مش مضبوطة نحنا لازم نعرف أنه النبات تتنفس مثل الإنسان يعني إذا أنت عندك بلانت بالبيت بالقوضة يعني كأنه معك شخص ثاني الأبانتاج فيها أنه هي بتاعة أكسجين أكتر ما بتاخد سي أو يعني أكتر ما تمتص يعني هي تتنفس أقل من شخص صحيح وخصوصا إذا هي اختصاصة يعني إذا هي بتنقع الجو وقت نقول بتنقع الجو مش بس بتاعة أكسجين كمان بتنقيه من الفيروس أو من بعض الأشياء اللي ممكن تعملنا حساسية فهون فينا نستعملها بغرفة النوم إذا رحنا مثلا رحنا أعطي مثال تاني مثل ما إذا طلعنا إلى الأودور رح نستعمل النباتات يلي هي يهربوا منها الحشرات خصوصا المسكيتوز بالمطبخ لازم ننتبه النباتات غير سامة وبنفس الوقت إذا مطبخنا ما فيه إضاءة بدأت تكون إضاءة خافتة بالحمامات كنا دجا حكينا عنا بالأنترى أكيد إذا فيه إضاءة خافتة لازم نعرف شو بدنا ننقعه وبالمكاتب بدنا ننقعه فإذا الفلانتات يلي هي بتنصل للأشعاعات أو الرادياسيون نعم وأكيد عم نشوف أشكالهم في ناس بتعرفهم في ناس ما بتعرفهم بس هي تفتش على النوع من النباتات اللي أنت عم تذكرها أو فيهم فوتوا لعندنا على الإنستغرام وأنا حاطتهم مع أسميهم إذا حبوا شي بلانت معينة فيهم يشوفوا يشوفوا شو اسموا يحبوا إذا بيحبوا رح نرجع نشوف مثلا على الانترى كنا حكينا عن الحمامات حكينا عن الغرف المختلفة وهلأ منشوف على الانترى كمان نفس الشي الانترى عنا كذا طريقة هلأ رح نحكي شوية ديكور أكتر بالانترى عنا كذا طريقة نستعمل النباتات أو بالانترى فينا نحط إذا عنا وسع فينا نحط تابروند هلأ لازم تقطع معنا الصورة فينا نحط تابروند نحط عليها بلانت فينا إذا ما عنا محل فينا نعمل حيط نعمل علي زينة مثل ما هو مبين هنا بتاني محل مش غلط الانترى الداخلية أو الخارجية مش غلط نحط بلانت أمبوزانت يعني بلانت إلى مكانتا إذا بدك أو كبيرة يعني مبينة مثل لأنه هي رح تأهيل رح تحطي هيبة هي تستقبل يعني هي تستقبل المدخل رح تحطي هيبة مثل ما نبين إن كان داخليا بأول صورة وإن كان خرجيا بآخر ثلاث صور هلأ شغلة مهمة بدنا نحكي عنا البلانتات أو النباتات مش شغلتها فإذا زينة بس أو فوائد بس رح نشوف كيف فينا نستعملها هندسيا بالدكور بالدكور فواصل كيف فينا نقطع فيها وخصوصا يعني أوقات تقدر تكون حيط أخضر يعني صحيح منسميها جرين سيباريشن جرين سيباريشن وهلأ التندانس بالأرشتكتور ديرابل أو الساستين بالاركيتكتر يلي منسميها أو الدائمة إذا بدنا الهندسة الدائمة يلي ممكن تطول وتفيد الإنسان عم نستعمل كتير هالطريقة مثل ما رح نشوف هون جرين وولز أو جرين سيباريشن فينا نستعملها تنقطع المسافات أو نقطع نحدد الغرف بالمكان المعين نعم نكن بالمكان بالمكتب خصوصا بالمكاتب لأنه ممكن تعطي غير أنا بتعطي روح ونفس حلو وبدل ما يكون الواحد وجه ووجه الحاد بيكون في شيء حلو قدامه تاني شغلة فينا تقصي بين مكان الاستقبال ومكان العمل وتالي شيء بتمتصر رادياسيوية اللي كنا حكينا عنها أنها كتير مضرة فبالتالي بتعطي طاقة إيجابية للعب يشتغله هونيك كمان فينا نستعملها بالمطبخ بين إذا عندنا اسباس أوفير بين المطبخ والسلوم هلأ صارت كتير درجة هايدي كمان فيها تكون هي اسباس بيفصل بين الاثنين نعم وبالمداخل أوقات كتير مداخل ما بقى عندنا مداخل محددة وهلأ كتير عم نشتغل عليها كمان فيها تكون تحدد المدخل من صالة الاستقبال مثل ما نبين نعم آخر شي راح نحكي على الطرق يلي فينا نعرض فيها نباتاتنا طرق مختلفة كتير بسيطة وبركي برجع بذكر فيها في كتير عالم يعرفه بس راح اجع ذكر فيها أول شي النباتات فينا نعلقها تكون هانجينك واليوم صار في عنا كتير قصص نعلق عليها صح وأنا حطيت كم إجزامبل هون بالصور بيبين كيف هن معلقين والطرق المديرن بطلت الطرق التقليدية فينا كمان إذا عنا بو ويمكن مش بقدرتنا نعمل كاش بو نشتري شي نخبيه فينا نجيب سليت أش عادية ونخبيهم فيها هلأ كتير ديجة هلأ كتير تندانس نشتغل هالموضوع كنا نحكينا قبل فينا نعلقنا على الحيطان فينا نشتغل ناخد الانبيانس ستون نسميه الحجر يعني نشتغل كل شي مع ألوان الحجر ما نبين بأخر صورتين تحت على الزاوية وكمان هلأ دار يجي كتير نحطهم ببقالات إزاز خصوصة خلوين خصوصة الكاكتوس لأنه ما بقوا تعرف إذا هن استناعي أو طبيعي وبيعيشوا ما بقوا معي كتير فمنرتبطهم هن بصيروا يتغزوا نعم إن شاء الله يكونوا مبسطوا ها هي أفكارنا لليوم عماد لكن بدي أقوله أنه عم تحكي عن هالهندسة الدائمة يعني أنت مثل ما سميتها واستعمال النباتات بي بالديكار أوقات كتير كمان يعني بيغنيك عن أنك تكسر حيط إذا زقت أو إذا بدك توسع القوضة أو بدك تغير حتى استعمال المفروشات بقلب القوضة إذا كانت السيكباراسيون بالنباتات شي بيكون أهيان صحيح قديش اليوم يعني عم تستعمل هذه الطرق ومطلوبة منك الساستينيبل أركيتكتشر إلا تقريبا شي عشر سنين أو أكتر شوي بلغتنا بيقولوا بوميك بالعالم يعني هلأ كل العالم بسبب التلوث الموجود بسبب طبقة الأوزون كلهم عبركتوا على الساستينيبل أركيتكتشر غير مرة غير حلقات رح حكي تفصيليا شو يعني الساستينيبل أركيتكتشر هي أكتر شي بالمختصر نستفيد من الطاقة الطبيعية تنستخدمها بقلب جوة جوة ونخفف من نسبة التلوث فهلأ ببيروت وبلبنان عم نشوف كتير صار في بنيات حتى عندهم جرين وولز عندهم حيطان وجهات كاملة من الخضار هيك بخففوا من الانبعاثات السئول طالعة من قلب البنية قبل ما تطلع على الجولة بره بتكون تفلتريت بهيدا الجرين وولي الموجود والعكس صحيح إذا في تلوث خرجي قبل ما يفوت لعنا بيكون تفلتر بهيدا هيدا تفصيل كتير بسيط عن الساستينيبل الاركتكتشر أو الارشتكتور ديراب بس كتير شي مهم بس بكرة نحكي عنه بتفصيل بغير حلالنا شكرا المهندس سايمات سالم أكيد كل الناس اللي بتحب تعرف أكتر فيها تفوت على الإنسا عندك تشوف شو عم تعرضه حتى فقرات برنامجنا عم تكون موظوظة عندك شكرا ويعطيك ألف عافية